الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات وما زال حديثنا موصولا نتحدث فيه عن التطبيقات العملية في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وقد ذكرنا طائفة صالحة من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في يوم من الأيام اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حوله وكنا يطالبنا بالنفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا ولم يكن مسكينا ولذلك من المفاهيم الخاطئة أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر أو المسكن ولم يكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل كان من شدة كرمه أفقر نفسه صلى الله عليه وسلم كيف يكون فقيرا وهو الذي له خمس الغنائم من خيبر وكيف يكون فقيرا صلى الله عليه وسلم وله خمس الغنائم من حنين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع هذه الغنائم حتى أنه خرج من غزوة حنين بثوبه الذي جاء فيه ورجع إلى المدينة مرة أخرى وقال للأنصار حينما منعهم من الغنائم وسيوفهم تقطر من دماء العدو ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يتجلى معنى السخاء ومعنى الكرم عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع تلك المقالة وقال بعض الأنصار وبعض شباب الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله نقي قومه ونسينه فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان مصاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عمار بن ياسر أن يذهب به إلى الأنصار فجاء متكئا على عمار بن ياسر فلما وصل عند الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمار بن ياسر أن ينصرف يريد أن يجتمع بالأنصار صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مقالة بلغتني عنكم ثم حصل نقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يرجع الناس بالشات والبعيد وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فقالوا رضينا يا رسول الله رضينا يا رسول الله ورضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأي غنيمة أعظم من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم يرجع إلى المدينة ويتركوا مضارب قومه في مكة والمكان الذي ولد وترعرع فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بشدة كرمه يفني ماله ولا يبقي عنده شيء من هذا المال وكما يقول الناظم لا يبلغ المجد إلا سيد فطن وبما يشق على السادات فعال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفكر والإقدام مقتال فهؤلاء النسوة اجتمعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالبنا بالنفقة يردنا المال فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه الزهد والورع والتواضع عن هذه الدنيا فنزل أمر الله عز وجل من السماء في قوله في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا إذن لما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع أزواج النبي يطالب نبي النفقة فنزلت هذه الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآيات هذا ما سنعرفه بشيء من التفصيل بعد الفاصل فابقوا معنا أياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات وقفنا قبل الفاصل حينما تكلمنا عن اجتماع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وطالبنا بالنفقة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلت هذه الآيات في سورة الأحزام وهي قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكنا وأسرحكنا سراحا جبيلا فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله عز وجل أمرني أن أخيركن بين أن تمكثن معي وتقبلن بهذه الحالة المادية أو تختارين الطلاق فأسرحك سراحا جميلة فقالت والله لا أختار عليك يا رسول الله ولا تقل هذا لأزواجك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمرني الله عز وجل بهذا فطاف بأزواجه وخيرهن فاخترنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتهت هذه المشكلة إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع أزواجه إليه وطالبنه بالنفقة لم يغضب عليهن صلى الله عليه وسلم ولم يقرحن أو يوبخن صلى الله عليه وسلم وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه وصبره صلى الله عليه وسلم وكان هذا خلقه مع أزواجه صلوات ربي وسلامه عليه حتى نزل الفصل والقول الفصلي من السماء فانتهت هذه المشكلة أيضا نجد حقيقة في مشكلة أخرى حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل عند زينب بن جحش وكانت زينب بن جحش هي من أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد عائشة وكانت عابدة وكانت صوامة قوامة كثيرة الصدقة رضي الله تعالى عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها بعد عائشة ولذلك حصلت الغيرة عند عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب هذا العسل الطيب عند زوجته زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاتفقت عائشة مع حفصة بنت عمر بن الخطاب وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لها إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليك فقل له كأني أشم رائحة المغافير والمغافير هو نوع من شجر الصمغ هذا الصمغ طعمه حلو ولكن له رائحة كريهة ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة قالت كأن بك يا رسول الله ريحة مغافير أي رائحة هذا الصمغ الحلو الذي له رائحة كريهة ثم صمت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في حديث عائشة أنها تقول رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الأمر إذا وجد منه الريح ولذلك ما يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه رائحة كريهة ولذلك كان يستاك صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم وإذا دخل البيت استاك وحينما سأل الأسود عائشة ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل البيت قالت يخرج السواك ثم يستاك وكان يستاك قبل الوضوء وقبل الصلاة وإذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم وكان دائما يستاك حتى أنه قال لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يدردني ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدردني خشيت أن تتفرق هذه الأسنان من شدة الاستياك عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة حرصه أن لا يخرج من فمه الرائحة الكريحة فصمت النبي صلى الله عليه وسلم لعله اشتبه أو التبس على حفصة رضي الله تعالى عنها فلما جاءت ليلة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كأني أشم بك يا رسول الله ريحة المغافيل فلما سمع هذا من عائشة قال لقد شربت العسل عند زينب بن جحش ولا أعود إليه أبدا فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فنزلت هذه الآيات وكشفت هذه الغيرة عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعاقبهن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا يدل دلالة واضحة على كريم خلقه صلى الله عليه وسلم ولذلك ينبغي للرجل أن يضبط نفسه مع زوجته وأن يضبط التعامل مع هذه الغيرة الشديدة إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته